ها 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 الأهل يقولون خليه يكبر ولا الطفل عنده حول ولا عنده الدكتور أعطاه نظارة ما قدرنا على اللبس الآن عية منها خليه يكبر وشو بعدين المسه وهذا أيضا خاطئ لأنه علاج المشاكل العين في الأطفال إذا ما علستها مرحلة مبكرة فتأثير الأسف يكون دائما على عين الطفل أيضا من ضمن المشاعر المفاهيم الخاطئة أن الأهل يقولون أخاه في الطفل يتعود عن النظارة تعطيه النظارة دكتور ما نبغي يلبسها نخافي البس و يتعود عليها ما عدا ينزلها بعدين طبعا هذا غير صحيح و ما هو موضوع التعود عن النظارة لكن الموضوع الطفل صار يرى بشكل جيد وبالتالي يبغي يستخدم النظار لو إنسان عايش في بيت صغير و ضيق هيعيش فيه ينتقل البيت وسيع تبغي يرجع البيت ضيق ما يرجع له ما يبغي يرجع لنا خلاصا نتعود على الوضع الطبيعي الممتاز وبالتالي الطفل يحب النظارة يرى بشكل جيد ما يبغي يرجع للوضع اللي كان عليه سابقا أيضا الأهل يقولون مدام يشوف زين ما يشوف مشكلة زين ما ذكروا الأخوان قبل شوي والله عمر 15 ما لاحظنا على شيء يشوف كويس خلاص ما عنده مشكلة بينما قد يكون الطفل فعلا إما أنه ما يرى بشكل جيد لكنه أصلا ما يعرفش مع النظر بشكل جيد وبالتالي مشي أموره باللي عنده أو أنه يستخدم أحد العينين والثالث تكون جدا ضعيفة وبالتالي مهم جدا أنه ننتبه هذه الأخطاء اللي حين نتباعد ذلك الأهل ويتأخرون فيها في مشكلة يعاني منها جميع الأسر دكتور في حال أنه يحتاج الطفل أنه يلبس النظارة زي ما نشاهده إياك يعانون صراحة مع الأطفال فهل في أساليب معينة ترغب الأطفال بارتداء النظارة؟ جميل في كثير من الحالات تكون المعاناها في البداية بمعنى أنه مجرد ما الطفل يلبس النظارة ويضغط عليه وتعود عليها فترة خلاص يبدأ يتأقلم عليها ويستخدمها في أغلب الحالات من الأمور المهمة اختيار الإطار المناسب للطفل يعني الإطارات هذه من الصورة السابقة اللي تكون نظارة مرنة هذه مناسبة للأطفال الصغار لكن حين تأخذ نظارة مثلا حقية كبار وتي الطفل عمره خمس سنوات معطيه نظارة حقية كبار ما هي مريحة للطفل ولكن تكون مؤذية عليه ومكن تكون مؤذية أحيانا يعني ما هي مرنة صحيح فهذه من الأشياء التي يمكن تساعد لله في تعود الطفل عن نظارة في بعض الحالات نلجأ إلى استخدام بعض القطرات اللي تخلي الطفل يبدأ يرمع النظارة بشكل أحسن وبالتالي يتعود عليه لما يتعودين خلاص وقف القطرة هذه خلاص الطفل يتعود على النظارة سيستمر عليه لكن من النقاط المهمة جدا قناعة الأهل بسطم النظارة وهذه حقنا من ضمن المعانا أحيانا أعتنى الأهل ما هم مقتنعين أصلا بلبس النظارة وبالتالي إذا هم ما هم مقتنعين فلن يحرصوا حرص كبير على تلبس طفل النظارة وبالتالي مهم جدا يقتنعون الأهل ولله هذا الطفل محتاج للنظارة إذا اقتنعوا فيها سيبدأوا يلبسوا لطفله صغير أي شيء يكون عاوجه يرمي أصلا حتى ملابسوا في صخة صحيح لكن هم نعودوا للبس ولا خلق لين يتعود عليها فهذه مرحلة عمرية معينة يتعود على النظارة يلبسها زيان وخلاص إذا وجدوا الأهل الطفل عين من نظارة نهائية ما يلبسها ممكن تردع طيب آخر يتأكدوا مقاس النظارة صحيح في الغالب مقاس النظارة صحيح يعني قليل يجي يكون مقاس النظارة جدا خاطئ إلا إذا كان مقاس قديم وتغير قياس النظارة خلال الفترة مثلا خلال سنة أو سنتين لكن في الغالب يكون فقط أن الطفل يحتاج إلى أنه يعود على لبس النظارة ويضغط عليه لبسها شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة